شكرا نانسي من الصحف نبدأ بالخطة الأمنية تحديدا التي كتبتها السفير في المنشات حيث تقول السفير إلى أنها علمت أن اللمسات النهائية على خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي قد أنجزت بالتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وأفادت المعلومات أنه تم تحديد ساعة الصفر لبدء تنفيذ الخطة الأمنية وهي من شقين الأول أمني بحث بوشير به عمليا والثاني عسكرية تمثلوا بالانتشار الواسع في كل المنطقة وفي كل مناطق لم تدخلها أجهزة الدولة من قبل وبمواكبة إعلامية في مرحلتها الأولى وأوضح مصدر رسمي لصحيفة السفير أن هذه الخطوة تحظى بغطاء سياسي شامل لا سيما من حزب الله وأمل كما تأتي في سياق الارتدادات الإيجابية لحوار عين التين بين حزب الله والمستقبل برعاية الرئيس نبيه بري وهو حوار لم ولن يتأثر بأي جدار صوت من هنا أو هناك وكشف المصدر أن المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية لن تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل وربما نستفيق صبيحة الاثنين المقبل وتكون الوحدة العسكرية والأمنية قد باشرت الانتشار على الأرض في إطار آخر وصف مصدر أمني الوضع في منطقة عرسال وجرودها بأنه مقلق جدا وأعلن هذا المصدر للسفير أن منطقة عرسال والجرود على فوهة بركان جديد فتحركات الإرهابيين وتجمعاتهم تشيي بنيتهم القيامة بعمل ما الأمر الذي وضعه الجيش اللبناني في الحسبان وعلى هذا الأساس قامت مدفعيته بقصف عنيف ومركز لتلك التجمعات في جرود عرسال ورأس بعلبك وبحسب المصدر نفسه فأن القوى العسكرية والأمنية نفذت سلسلة مداهمات في عدد من الأماكن التي يشتبه بوجود إرهابيين فيها وذلك غدت أحباط المخطط الإرهابي بالتمدد نحو البقاع الغربي وإقامة إمارة داعشية هناك وتركزت المداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البقاع حيث تم القاء القبض على عدد من المشتبه بعلاقتهم مع المجموعات الإرهابية أحدهم بالقرب من جامع سعد نايل وتبين أنه ينتمي إلى تنظيم داعش وتردد أنه كان متنكرا بزي امرأة منقبة وننتقل الآن إلى الأخبار حيث كتب رضوان مرتضى الحريري يطيح عامر الحسن يقول مرتضى في طرابلس اخترع رجال السياسة في زمن ما بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان منظومة أمنية عمادها مسلح والشوارع ثم وضعوا لهذه المنظومة واليا رسميا اسمه العميد عامر الحسن رئيس فرع استخبارات الجيش في الشمال كان الأخير يدير الأعمال أو يدير بالأمن التفليسة السياسية أو عفوا يدير استخبارات الجيش في الشمال كان بالأمن التفليسة السياسية التي تسببت بإراقة أروح ترابلسيين كثر وبتدمير ممتلكاتهم وتهشيم أسلوب حياتهم طوال السنوات التسعة الماضية لكن الحسن حال دون سيطرة طيار المستقبل على القرار الأمني في عاصمة الشمال وهو ما لم يستسقه صديقه الرئيس سعد الحريري يقول ردوان مرتضى لتمرير الخطة الأمنية الأخيرة في الشمال وتغطية الجيش في حربه على جماعتين الشادي المولوي وخالد حبلوس اشترط رئيس طيار المستقبل على قائد الجيش العميد جاقهواجي ضرورة إقصاء الحسن من منصبه وتعين ضابط حريري الهوى مكانه وبحسب المعلومات المتداولة في الأوساط السياسية والأمنية فإن قرار إبعاد الحسن من الشمال قد اتخذ لكنه لم يصدر رسميا بعد وسيعين ملحقا عسكريا في دولة أوروبية يرجح أنها بريطانيا أما تخريجة هذا القرار فستكون تحت عنوان أن الحسن مهدد وأن آخر عبوة ضبطت في طرابلس كانت ستستهدفه كان اسم عمر الحسن كفيلا طوال السنوات الست الماضية ببث الرعب في قروب معظم المطلوبين في الشمال يصفه كثر بأنه المايسترو ويتهمونه بأنه تحكم في كل صغيرة وكبيرة يقول ردوان مرتضى جمع رئيس فرع الاستخبارات في الشمال الأضاد أدخل تحت عبائته السلفيين ووفر لهم الغطاء مع محافظته على علاقة ما مع عدوهم الأول المتمثل في النظام السوري لا يشبه الحسن غيره من الضباط الضابط المدلى لدى قائد الجيش العماد جانقهوجي يحق له ما لا يحق لغيره ولا رأي فوق رأيه ولو كان أعلى منه رتبة يتناقل ضباط أخبارا عن عشرات التقارير التي كانت ترد إلى وزارة الدفاع تطاول الحسن معلومات عن تراخن حيث يجب التشدد وعن تشدد حيث يجب اللين ورخ الصلاح توزع بالمئات وغيرها لكن كل هذه التقارير كانت ترمى في الأدراج فقد كان القائد يرفض إعارة أذنه لأي كلام يطاول الحسن وعندما اتفقوا على وقف نزيف الدم في عصفمة الشمال اتفقوا أيضا على ضرورة تعيين وال جديد يدير لهم لعبة الأمن في زمن التسويات نبقى في الأخبار وفي موضوع آخر كتبت ميسم رزق هل يحضر الشيخ سعد ذكرى 14 شباط تقول ميسم رزق منذ أيام لمس المستقبليون مؤشرات فسروها على أنها تحضيرات لعودة مفاجئة للحريري إلى لبنان والمشاركة في ذكرى 14 شباط ولفتت مصادر المستقبل إلى أن التيار هذه السنة قرر حجزة صالة تتسع لستة ألاف شخص وهو عدد يفوق بكثير عدد الذين حضروا العام الماضي تضيف رزق كما أشارت المصادر لها إلى معلومات تتحدث عن إخلاء الأمين العام للتيار أحمد الحريري منزله المجاور لبيت الوسط في خطوة يراد منها تخفيف الضغط الأمني عن المنطقة فضلا عن تجديد الإجراءات الأمنية المحيطة بمنزل الرئيس الحريري في وادي أبو جميل بشكل أكبر من الأيام العادية هذا الجانب التقني تعززه معلومات يتداولها المستقبليون فيما بينهم تتحدث عن قرار إقليمي يدعم عودة الحريري في هذه المرحلة بهدف تثبيت الاستقرار الهاش تتحدث ميسم رزق عن الحوار بين القوات وتيار الوطني الحر ومن تدعيته إرسال العماد ميشيل عون ممثلا عنه إلى احتفال القوات بتسليم الدفع الأولى من البطاقات الحزبية في معراب وتتساءل فهل يقدم وريث الدم على خطوة مماثلة بتوجيه دعوة إلى حزب الله لحضور ذكرى 14 شبهات هو معه بطبيعة الحال التيار الوطني الحر للوهلات الأولى يبدو السؤال غير منطقي يصعب تخيل النائب نواف الموسوي أو النائب علي عمار مثلا يجاور في الصف الأول الأعلامية ميش دياق أو منصق الأمانة العامة لـ 14 أذار فارس سعيد كما يصعب توقع تفاعل الجمهور مع عريف الاحتفال وهو يرحب بممثلي حزب الله أو التيار الوطني الحر وبالمقدار نفسه يصعب تخيل حضور ممثل عن حزب الله في ذكرى جريمة يتهم القائمون عليها حزبه بارتكابها إلا أن السياسة تبقى فن الممكن من الأخبار إلى الجمهورية ومعلومات بحسب صحيفة الجمهورية إلى أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جمبلاط طوى موضوع استقالته من النيابة بناء على اقتراح من رئيس مجلس النواب نبيه بردي حتى شهر أيار المقبل وذكر مصدر نيابي أن جمبلاط عندما فاتح رئيس مجلس النواب بالأمر في لقائه ما الأخير وكان يتوقع جوابا شافيا على طلب الاستقالة الذي كان قد تقدم به في لقاء سابق طلب بر استمهاله حتى أيار المقبل لتكون الحكومة قد اتخذت الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية التي إذا أجريت ستشمل إلى قضاء الشوف حيث المقعد الجملاطي قضاء جزين حيث شغر بوفاة النائب ميشيل حلو وقضاء صغارتا حيث سيجغر مقعد رئيس سيار المرض سليمان فرنجيي الذي سيستقي المرشح النجلة هوتوني لهذا المقعد من الجمهورية إلى الديار حيث رجحت مصادر مسيحية حصول اللقاء المنتظر بين رئيس سكتو لتغيير والإصلاح ميشيل عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع الأسبوع المقبل وأوضحت المصادر لصحيفة الديار أن هناك سعي من أجل انعقاد لقاء لمناسبة عيد مار مارون نهر الاثنين المقبل مشيرة إلى أن الجانبين على قناعة بأن ملف الاستحقاق الرئاسي من حيث التوافق على شخص الرئيس سؤالية معينة للانتخاب متروك لمرحلة لاحقة وأخيرا نبقى مع الأنباء الكويتية التي تحدثت عن أن لاحظت كيف أن داعش يلبس أسراه اللباس البرتقالي ويضعهم في أقفاص حديدية قالت مصادر للأنباء الكويتية أن هذا يذكرها بمعتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا حيث كان الأسرا باللباس عينه وكذلك أقفاص الحديد التي أظهرتها داعش لأول مرة بجريمة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة المصادر أرادت الإحاء بأن الدواعش القيمين على هذه الأعمال ربما سبق أن أمضوا فترة من الزمن في معتقل جوانتانامو إما كسجناء أو كسجنين ومن الصعب الاقتناع بأن الأمر مجرد تماثل أو استنساخ بهذا نصل إلى ختم جولاتنا على الصحف فعود إليك من أنت سيولا ضيخي